السلام عليكم النهاردة سنكمل المحاضرة الثانية في الإنفراريد سبيكترويسكوبي وزي ما قلنا في المحاضرة الأولانية دي طريقة للتعرفة المركبات لأن نون أو تأكد مركبات النون بتعتمد على إيه؟ أنا أعرض المركب لإنفراريد سبيكترم في المحاضرة من 600 إلى 4000 كما ترى في المحاضرة الأولانية من 600 إلى 4000 يبقى ده محاضرة كبيرة من الإنفراريد طبعا ده الويف نمبر بي سنتيميتر منس 1 فكل محاضرة من 600 إلى 4000 يعد على المركب المركبات تبدأ تعمل أبزاربش لبعض الويفز بناء على الستريتشن والبيندنج أو البيبريشن يعني ببساطة أنا المركب بيتعرب للويفز دي وبيحصل فيه فيبريشن لو البيبريشن دي يساوي البيبريشن بتاعها يساوي البيبريشن بتاع الإي آر يعمل أبزاربش يعني وانت ماشي كده هو لو المركب مثلا زي ما تشاهد في الإسبيكترم وانا بعرضك للإسبيكترم على طول عشان ما تتخالش إن فيه أي صعوبة في التعامل معك الإسبيكترم زي ما انت شاهد عبارة عن X-axis من تحت هتلاقي فيه الويف نمبر يعني الموجة 4400 الويف نمبر ثلاثة 3500 ثلاثة 3500 ثلاثة 3600 كل الويفز دي هي اللي بتطلع من جهاز الإي آر بتعدي على الكمباورد لما تبص على الويف اكسس هتلاقي نسبة من 0% يعني ايه؟ يعني دوت البرسنت ترانسميتد يعني زي ما انت شاهدت الويف نمبر الويف دي البرسنت ترانسميتد تقريبا كلها مستزيرو يعني كلها حصل لها لكن الويف نمبر اللي من 4000 لغاية 3500 اهو 500 شايف المنتدي؟ تقريبا كلها عدت يعني ما حصلش اي ابزوربشن يبقى لو عدت ال 4000 على المراكم ما حصلش ابزوربشن بعدها لغاية 3500 nothing ابزوربت لان اكتر من 90% ترانسميتد النسبة من 0 تحت المية في المية ده ترانسميتد ممكن نعكس ممكن نقول من 0 فوق المية بنعتبر ده ابزوربنس يعني العكس اللي انت شايفه دلوقتي انه 4000 ما حصلش ابزوربشن لغاية 3500 لغاية 3500 ما حصلش اي حاجة الله ده بدأ فيه زي ما انت شايف الكيرف نزل ده حصل ابزوربشن لبعد الويف هو ده اللي احنا نجاز قاسه وطلع تاني وقال اه ما حصلش ابزوربشن الثاني تحت 1600 حصل ابزوربشن وهكذا يسجل لي الويفز اللي بي حصلها أطبع لا تزوربش انت شايفة الويفز ده بتعمل بمشايفة فدا كان تعريف بشكل الاسبكتر المصفى عنه كل المركبات هتعمل كده لا طبعا مركبات هتعمل لابزوربشن اقل وهم كده يفيدني في ايه بص مثلا لابزورب يقول لك الباند هتسمعها باند هذا نتيجة نتيجة للسي اتش ستريتشنج بتاع الالفاتكسيست يبقى المركب كده لو عمل الالفاتكسيست على طول افهم ان انا عندي الالفاتكسيست يبقى من قارنة المركبات قدرنا نعرف استراكشن فده كان تعريب في السي بيكتر طبيعية دكتور الأرقام اللي فوق دي ما تشغلش بقلب مقلوب الأرقام اللي بتاحت اللي هي الويف لانف طيب الناس بتعتمد على الويف ننبر بنتكلم دائما بالويف ننبر طيب احنا بدأنا باول اسبكترا اللي هو الالكار عشان بسيط لا تقوموا بسيط وكلهم سينجل بوند سي سي سينجل بوند سي اتش سينجل بوند كلهم قصدي سيجما بوند فبالتالي عدد البي النحة قولية هتلاقي دول تحت تحت الالتلاف دولار نتيجة الالفاتيكسيستم واللي تحت الفول تحت الالفاتيكسيستم دولار البندنج وده طبعا كان الاسبكترا متاع الهكسام ده ابسط مثال ممكن ايه تاخده طيب انا كل مركب دكتور هعرفوا ازاي احنا لدينا طريقة هنمشي عليها الطريقة دي بتقول لي ايه لو كنت عايز تفسر الاسبكترا احنا هنمشي بيه هنقسم الاسبكترا مع متا حسب الى الى زونز الزون الاولانية الي هي 3200 الي فوق 3200 وده بيظهر فيها ايه كل الى ستريتشنج بتاع اله والعادش واله والعادش هناخد كل زون مهين نقسمها بعد شوية الزون التانية من 3200 وردو نتكلم عنه الالكين والاروماتيك والالفاتيك الزون تلاتة من 2000 ل 2300 وده اقل الزونز الانتشارة الزون 4 وهي أهم واحدة التي سنقوم بها قليلاً وهي الكربونيل من 1850 إلى 1850 طبعاً هذا هو تقسيم للتسهيل مثل دكتور الأشعة يقول لك نحن نمشي بطريقة لا تجعلك تحفظ أكثر من أنت كل مرة ستطبق تبص على هذه الزون كل مرة ستطبق تحفظ أكثر بسهولة جداً مجرد أن تبص على الاسبكترم تقول المركب دا كذا وبالمناسبة الـ IR لا تجعلك تحفظ أكثر لكن تجعلك فكرة عنها كما ترى ما الذي ترى هنا؟ أه طمام يعني يقول لك المركب دا فيه هاتش بالسهولة جداً كما يقول لك يقول لك المنطقة الأسطبية تحت 1650 غالباً تبقى كامبلكس مليانة بيكس مثل أنها أغلبها بندنج ولكن عدد البندنج كثير فبالتالي استخدامها أقل شوية من المناطق شوف المناطق يقسم لها الأربعة حياتر وعدد البنز فيها تكون ليالا فسيسهل التعرف عليها المنتقل التحت المرة المتحدة ماذا تفتكر؟ اوه فانجر برين لكن لها اهمية ممكن تتعرف على اكسترا 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 يكونوا كما تتعرف انت تريد ان تعرف البنز موجودة او لا لكن لا تفتصر كل البنز بالتالي افتكر اننا لدينا الارتفات الارتفات 5 كل الارتفات ومنه سنعرف ايه اللي موجود في كل الارتفات طب ما تورينا يا دكتور الالكان نبدأ بالالكان اللي قلناها من شوية انا زون 1 اللي فوق 3200 انت شايف حاجة؟ لا يبقى كده معانا ايه؟ فوق 1200 اوه زيان انت شايف؟ بش حاجة بزرط يبقى مفيش اله طبعا انا عارف انه الالكان بس انا بقريك لا اوه نمسك الزون التانية الزون التانية دي وانت بمسطرة كده تقسمها الى فوق 3000 وتحت 3000 اوه انا مش اقول ارقام كتيرة لا يبقى ده لقراماتك ولا الكل ابنائيا دلوقت طيب تحت 3000 الله فيه بانس يبقى على طول ده الالفاتك خ اتعلم ان انت تقول المصطلح كل اللي فوق 1600 وانت بمطالق على طول استريتش اي باند موجودة استريتش تحت 1600 اغلبهم وبعضهم استريتش طيب CH لان هذا الكاربون مع الهايدريجين والالفاتك فتحت 3000 على طول الالفاتك يبقى اول حاجة واسهل حاجة تعرف عليها ان انت تحط المصطرة بتاعتك عند الثلاث تلاث 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 واسهل حاجة لكن هذا سيكون بكثير تحديد لأنك خلاص اتأكدت أنت التحديد تتوضح لك لأن تتطيع لك نتيجة لكن هذا التحديد تحديد هذا الألكام نسأل على الألكام نسأل بنفس الطريقة نأخذ الزون الأولانية والتانية لأننا نسعر في المرهب الزون الأولانية فوق 3200 في أي حاجة؟ لا دكتور يجب Nope نصل عن الثلاث تلاف هناه على مثل الثلاث تلاف الغاية الثلاث تلاف مية جيدا عن الثلاث تلافت مية هناك البند معناه أنه حصل الثروب هنا المنطقة فوق الثلاث تلاف مية اذا انت عددت ايه ؟ ايه ارماتيك الكين احنا عارفينه دوت انه الكين لما يبقى همه طيب تحت التلات تلاف في ايه ؟ في تلاتة بعد سوا يبقى ده على طول ايه ؟ من المرة اللي فات سي اتش ستريتشين وف الكان او اس بي ثري تمام ؟ وده يشئ طبيعي ان الكين في دابل بون في سي دابل بون ب اتش وفي سي عادية اتش سيغلل يا ان يوجد الكين ملاذا وفوك 개لك ان يظهرى 1200 او بي بعد ايد من العمل gate اهدك ان امså اعتقد ان اتش سيته واحد يكسين اشتركات اغنية سوف أعرف أنه ألكين و هناك ألفات كبارت لكن ما هي الألفات كبارت؟ أليس لا أعرف لكن في الأول دائما مثال معروف أنا أريد أن تكون قدرتك على تفسير فبالتالي قبل أن تكمل أن هذا الاسبكترم أكثر من قبل لأنه دخلت نوع جديد من البونتس و نوع جديد من الكاربون بالتالي يبدأ أكثر من قبل يعني هم بقانب و نوعين والبندنج يبقى تكون واحد بالتالي تصور لك كبارت وبرد ما يمكن أن نعرف نوع الألكين يمكن أن تكون محافظة بان ثلاث و بان ثلاث بان ثلاث لاتعلم البان ثلاث سيفح الزادث يعني أنقل لغاية تحت كل ما تنزل تحت كده تبقى سترونج طب وديه لما تبقى عندي 50% او هكذا نقول عليه مودرات لكن لما تبقى نسبة صغيرة من البند يبقى نقول عليه 80% عدة و 20% حصلها اتزاربشن يبقى نقول ان البند دا ويك او فيري ويك زي مثلا اللي جنب ادي فده الوصف يعتمد على الانتنستي او الاتزاربشن ده يبقى ده اول حاجة لاحظت حاجة تان يا دكتور في حاجات شارب وحاجات برود بس دول مش برود دول أوفرلابت يعني دي على دي على دي أوفرلابت فيه برضو أوفرلاب يعني ممكن يجيوا على بعض دي ودي ودي ويبقى 3 بانز زي ما انتشاف دي شارب ولكن دي اللي انت بصيص لها بص كده او دي برود يا دكتور يبقى فيه شارب يعني رفياع البانز او برود زي ما انتشاف هنا أو تشغيل التواصل هنا أو هنا وفيه مباشرة عندما يجب أن نفسر في الاسبكترام يهمني أعرف الشكل الباند لأنه ممكن تشوفها قليلا ممكن تديني معلومة عليها عندما أقول لك فلان ده طويل فلان ده قصير ممكن فلان ده يعني هو طفل شعر عبيض شعر عسود الوصف بتاع الإنسان الوصف بتاع الباند بدون أوفنسي بأي حال الوصف بتاع الباند يهمني فأوصفها ازاي؟ الباند strong الباند moderate الباند weak أو أو broad أو sharp ده طريقة وصف الباند تاني حاجة تهمني في الباند مكانها الباند موجودة فين؟ الباند اللي أفزار بديه عند 3,300 عند 1,000 وهكذا مكانها على الوصف مع شكلها هيحل لك جزء كبير من الاسبكتور تمام؟ ويعرفك حاجات كتير عامة لغاية ده بقتلهم بصفة عامة لسه هنوريك بقى ايه؟ بطريقة منهجية ازاي؟ امشي في النون كل ده كان نون كل ده بيعرفني ايه؟ يعني لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي انا بصيت على 2 zones نفس القصة هنا ده الكاين هبص على بالترتيب زون واحد اللي هي الله؟ فوق 3,200 ادي 3,000 100,200 الله؟ بص كده ركز كده على الرقم 1.3 pockets او حوالى up and down يعني من 33 لا سهل 28 لا 40 العشاء الفوق عشاء تحت معناه الήح Sam 0.25 33 الثاني حاجة اخدر ولأضغروا البناطن والماضية وهي خاصة الكلام في هذا المنطقة إ Clean اضغره هناك خاصة المركبة وغير طويل في الترابل بند عند رقم واحد بعد ذلك ندفع التلات تلاف نقاط على 30000 أمور و أسدرها من 100 ، فوقها بـ 200 ، فوقها بـ 100 و سوقها 200 فوقها بـ 200 ، فوقها لا يوجد خلال الكين او هذا ما يوجد فيه في الغالب فوقها 200 .. اوه .. هذا هو نفس الورب لديه و ايضا مرة و كوهذا يعتبر ايه؟ تعتبر ايه؟ تمام الـ CH ستريتشنج 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 طيب المنطقة دي زون 1 و زون 2 يعني انا عرفت ان انا عندي القايم وهأكد كمان حكاية القايم بحاجة تانية بص على زون 3 زون 3 اللي احنا قلنا من 2000 إلى 2008 هتلاقي عند 219 باند ما بتبقاش strong يعني مش نازلالتح بيتبقى moderate زي ما انت شايف كده او almost ممكن تبقى ويكر كمان شوية بس ايه في منطقة مميزة ما فيهش حاجات كتير ما فيهش حاجات كتير طب ايه المنطقة دي نتيجة للـ C ستريتشن فاكرين الـ C تظهر اعلى شوية عند 219 في المنطقة من 2000 إلى 2000 إلى 2000 طيب يا دكتور كده انا اتأكد ان عندي القاين والقاين ده تيرمينا يعني اخر ايه اول كربونة هي اللي عليها تيرمينا طب دكتور لو ما كانتش تيرمينا يبا عندي القاين طيب يعني مثلا triple bond في نص الـ يبا كده ما فيش بوش تيرمينا طب دكتور بوش تيرمينا حسنا بس هلاقي دي بتاع الألفات يعني اعرف القاين يعني انا هوا شغل تحته ده تق مش تيرمينا ده سيمتركل شوية تيرمينا الش تيرمينا لماذا لم تظهر لها باند؟ لأن القائن ده سيمتريكا فلما بيحصل الستريتش ما بيحصلش تشينج في الضيب المومنت وإحنا قلناها المرة اللي فاتة، لما حصلش تشينج في الضيب المومنت الجاس مش أحس يبقى مش هتظهر له الباند، ودي سمينا ايه الان اكتف اي ار باند، فبالتالي مش هتظهر انا عرفه من ده يا دكتور، الاي ار مش هتديك كل المعلومات، ده لازم تعرف كده الاي ار هيقولك على بعض المعلومات، لكن مش كلها، ده لمن، لكن بسهولة جدا خلي بالك يعني انت عشان تعرف انه فيه او ايتش ولا تريبل بوند، بقى اقل كمية، بتعمل الاسبكترم في خلال ثواني بيطلع لك يعني بالميلي جرام تحطه، تعمل منه قرص تحطه في الجهاز، يطلع لك يتعرف للأشعة، يطلع الاسبكترم في خلال ثواني يبقى ده عشان، لكن مش عاصل سحرية تعرف كل حاجة على الستريتش، لكن مجرد تشوفها تعرف معلومات قيمة جدا وسهل، طبعا سهل هذا مثال الـ INACTIVE، الـ IRNACTIVE، من الموجود موجودة، بشاهد لشاهد الى مهتمة، فالما اقل هذا الفيط ثلاث تلاف شكل هذا علمت بقى كل مرة نضع 3 الفيط لغاية 2800 دولا الـ CH-Stretching mamifotic system بقى الحاجات دولا بندنج للألفاتك واكتس تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده وقفنا نوايض الألكين والألكين والألقاين